انتقدت كتلة التغيير قرر مجلس محافظة صلاح الدين بتحويل ناحية آمرلي إلى قضاء وعدته مخالفة دستورية وأيضا مخالفة قانونية وقال النائب عن الكتلة أمين بكر في بيان الله إن أهالي آمرلي عاشوا ظروفا مأساوية وقدموا تضحيات كبيرة في مواجهة داعش لكن تعويضهم عن معاناتهم يتم من خلال إعادة إعمار المدينة وتأهيل البنى التحتية فيها وفتح المدارس والمستشفيات بدلا من تطبيق إجراءات الإدارية تخالف السياقات الدستورية والقانونية